مرحبا بك يا عزيزة الطالبة في بطاقة رقم خمسة واليوم إن شاء الله لدينا كتابة وصفات للطعام وتعليمات هنا نود أن نخبركم أننا سوف نقوم بفقط أن نكمل الجمل هنا لعمل فطيرة البصل الآن هنا لدينا مجموعة من الكلمات في الصندوق هي أخيرا عندما بواسطة بينما أو أثناء أولا بعد ذلك هذه الكلمات سوف تساعدنا في إكمال الوصفة وأيضا ممكن أن نستخدمها كروابط في كتابة مواضيع التعبير لدينا الآن وصفة لعمل فطيرة البصل هذه وصفة لفطيرة البصل which is very tasty اللي هي كتير لذيذة جدا now here we have ingredients ingredients أي المكونات تعالي نشوف مع بعض 100 جرام من الزبدة المتلجة أو الزبدة الباردة أو أي نوع من الزيوت 225 جرام من الطحين yook of one egg وصفار بيضة واحدة a little salt القليل من الملح a little cold water والمياه الباردة two medium onions وبصلتين متوسطات الحجم a little olive oil وقليل من زيت الزيتون three eggs ثلاث بيضات quarter liter of yogurt and pepper وربع لتر من الزبادي salt and pepper ملح وفلفل أسود طبعا هذه الوصفة يعني ممكن تبدو كبيرة جدا للطالب ولكن هنا علينا فقط أن نكمل الجمل لكن للامتحان النهائي يجب أن نستخدم وصفة بسيطة ومصغرة ولكن يجب كتابتها بنفس الشكل أن نكتب الاسم وإذا أمكن أن نضع صورة نكتب الانجريديانس المكونات ممكن أن نستخدم طبعا مكونات بسيطة لعمل كيكا لعمل بيزا وهنا نستخدم بعض الجمل أو بعض الروابط اللي تساعدنا في إكمال الوصفة دعونا الآن نكمل الوصفة number one first أولا make the pastry for the base أولا سوف نقوم بصناعة pastry أي العجينة أو المعجنات for the base للأساس طبعا زي ما أنت شايفها هنا أول شغلة لازم نعملها العجينة mix the flour عشان أعمل العجينة mix the flour اخلط الطحين and salt والملح together مع بعضهما in a large bowl في وعاء كبير then بعد ذلك أو ثم add the butter أضيف الزبدة and drop وفركيها between your fingers بين أصابعك into very small pieces لتتكون لديك قطع صغيرة جدا finally add the egg yolk وأخيرا أضيفي صفار البيض and steer quickly وحركي بسرعة put it in the fridge وضعيها في الثلاجة for about half an hour لمدة نص ساعة meanwhile بينما heat the oven to 250 سليزيس وأشعلي أو حمل فرن على درجة 250 درجة مئوية when the pastry وعندما الباستر معجنات is cold تصبح باردة press it into 20 سنتيمتر wide 10 قومي بضغط عليها أي أن نقوم بفردها بمدة أوصر يعني بمقدار 20 سنتيمتر make a small holes in it with a fork وقومي بصناعة بعض الثقوب بواسطة a fork اللي هي الشوكة and put it in the oven for about 10 minutes وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق while بينما the basis cooking بينما الأساس اللي هي العجينة أقصد فيها تنطبخ fry the onions in the oil قومي ب قلي البصل في الزيت until they are soft حتى يصبح طري أي يستوي البصل put the eggs in another bowl وضع البيت في وحاء آخر add yogurt وأضيف الزبادي and salt والملح and pepper والفلفل and mix well وحركي بشكل جيد add the fried onions وأضيفي البصل المقلي take the base out of the oven and turn it down to 150 أخرجي الأساس اللي هو أساس العجينة من الفرن وقومي بتخفيض الحرارة ردرجة 150 power the egg mixture وأضيفي خليط البيض into the base على الأساس اللي هي العجينة and return it to the oven for another 50 and to 20 minutes ورجعيها للفرن لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة buy this وخلال ذلك this time أو بحلول ذلك الوقت it will have become a little brown هتصبح لونها على بنية أي تتحمر on top في الم الوجه leave it to cool for about 10 minutes تركيها تبرد لمدة 10 دقائق and serve with a green salad وقدميها مع السلطة الخضراء بتكون هيك الوصفة تبعتنا انتهت طبعا هذه الوصفة لا يستطيع الطالب أن يقوم بحفظها كاملة فقط ممكن أن نستعين بالوالدة في وضع بعض المكونات وعمل وصفة بسيطة لكيكة معينة now here we have a progress test لدينا هنا امتحان او اختبار لمدى معرفتك للوحدة السابعة ومطلوب مننا هنا فقرة لها فقرة genetically modified word وموجود عنا مجموعة من الأسئلة سوف أقوم بحل بعض منها واستكمالها في المرة القادمة دعونا الآن نقرأ part number one reading comprehension read carefully then answer the questions below الآن في عنا قطعة فهم وعنا مطلوب مننا نقرأ ونجيب عن الأسئلة سوف أقوم بشرح قطعة الفهم والإجابة على الأسئلة عليها دعونا نقرأ مع بعضهم هذه القطعة genes are like a set of instructions for making a living things إن الجينات هي بمثابة مجموعة من التعليمات لصناعة الكائنات الحية flower or elephant الظهور أو الفيلة fish or human السمكة أو الإنسان they are all what they are because of their genes إنهم كذلك بسبب الجينات when scientists found that they could change عندما وجد العلماء أنهم يستطيعون التغيير تغيير الأشياء or modify things by taking or out or adding genes يستطيعون التغيير عن طريق أخذ أو إضافة بعض الجينات الكثير من الأشياء أصبحت ممكنة including وما يتضمن ذلك genetically modified أي جي أم foods and other crops إذن عندما بدأ العلماء أنهم يغيروا أصبح كل شيء possible زي إيش possible زي genetically modified اللي هو food أي الطعام المعدل جينيا and other crops والمحاصيل الأخرى we can now الآن أصبح ممكن artificially create plants بشكل صناعي أن ننتج أو نخلق بعض النباتات that produce more food التي تنتج الكثير من الطعام than natural ones أكثر من النباتات الطبيعية natural ones أي يقصد فيها الplants الطبيعية أي النباتات الطبيعية إذن ones تعود عالميا على plants crops that can resist attacks by pass وهناك المحاصيل التي ممكن أن تقاوم الآفات الزراعية rice that can grow in salty water والأرز الذي ممكن أن ينمو في المياه المالحة إذن هذا إذا قام العلماء بالتغيير سوف ينتج الكثير من الأشياء الجيدة plants that work like medicine وسيكون هناك نباتات تعمل عمل الدواء and many other amazing things والكثير من الأشياء المدهشة to some people this makes the future look very exciting to some people لبعض الناس هذا يجعل المستقبل كذب مدهش in 20 years time في غضون 20 سنة they say we will be eating GM food سوف نكون نأكل الطعام المعدل جينيا and the global problem of starvation will be solved وإن مشكلة المجاعات سوف تحل however مع ذلك أو على الرغم من ذلك not everybody is so sure ليس كل شخص متأكد that is a good thing إنه GM food إنه شيء جيد there are concerns هناك مخاوف that GM microbes أن الطعام والمحاصيل المعدل جينيا could have disastrous effect on agriculture and the environment in general إنهم هناك مخاوف أن يكون هناك تأثيرات كالثية على agriculture أي الزراعة and the environment والبيئة in general بشكل عام they might for example ممكن على سبيل المثال kill natural plants تؤثر النبات الطبيعي and take over them وتحل محلهم also أيضا people say that we don't know enough about the effects of GM food on the human body أيضا الناس لا يستطيعون أن يعرفوا ما يكفي عن تأثيرات هذا الطعام GM food on the human body على جسم الإنسان ok now the questions what are genes like ما هي الجينز طبعا هنا هاياتوا معرفل إياها genes are like set of instruction for making living things إذن ما هي الجينات a set of instruction مجموعة من التعليمات for making the living things لصناعة الكائنات الحية سؤال الثاني how could scientists change things how could scientists change things كيف يستطيع العلماء تغيير الأشياء كيف يستطيع العلماء تغييره تعال نشوف مع بعض when scientists found that they could change or modify ممكن يغيره by by بواسطة taking out or adding genes عن طريق إضافة أو أخذ بعض الجينات طيب هنا في سؤال عنا why are some people against GM food ولماذا هناك بعض الناس ضد GM food يعني مش مشاجعين GM food مش عايزين GM food تعالي نشوف هنا ايلي not everybody is sure that this is good there are concerns هناك مخاوف هنا الإجابة ليش هم خايفين there could the GM crops could have disastrous effect on agriculture and environment ممكن يكون لهادي GM crops بعض الآثار السلبية أو الكارثية على الزراعة والبيئة إذن ليش هم خايفين وضدها as it has disastrous effect لأن لها آثار كارثية on agriculture على الزراعة and environment والبيئة إذن لماذا بعض الناس ضد GM food لأن لها تأثيرات كارثية عالميا agriculture and environment and human كمان نشوف بي complete the following sentences أكملي الجمل some people think that GM microbes appear as a result of جايب لي إياها بطريقة طبعا ملتوية بقول لي بعض الناس يعتقدوا أنه GM microbes appeared ظهرت as a result بسبب بسبب ماذا of adding or taking out genes بسبب إضافة أو أخذ بعض الجينات ظهر عندنا حاجة اسمه GM food إذن لماذا ظهرت GM food لأن العلماء بدوا غيره عن طريق adding or taking out أوكي number two because of the advanced science بسبب تقدم العلوم and technology والتكنولوجيا many things became أصبح الكثير من الأشياء مالها تعالي نشوف هنا many new things became possible أصبحت possible الكثير من الأشياء أصبحت ممكنة such as مثل زي إيش أصبحت الأشياء ممكنة GM food and other crops GM food اللي هو genetically modified food أي طعام المعدل جينيا ومحاصيل أخرى أوكي تعالي نشوف هنا أيضا معطيني كمان سؤال على القطعة نحله find words in the text that they have the same meaning ننطلع من القطعة ما يساوي نفس المعنى fight back against بمعنى يقاوم يقاوم أي resist 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 معناها يقاوم insert that harm microbes أي الأفات أو الحشرات التي تؤذي المحاصيل اللي هي pass pass أي الأفات الزراعية now the opposite نمطلوب منه العكس excluding بمعنى يستثني عكسها including ولو لحظت إحنا بس غيرنا x ل n naturally بمعنى طبيعي عكسها artificially صناعي artificially صناعي boring أي ممل boring ممل عكسها exciting exciting أي مثير ومدهش وممتع now the underlined pronouns refer to معطيني they تعالي نشوف they على مين بتقود في القطعة they say من هم they نرجع برجوع نشوف بقولي to some people this makes the future looks very exciting in 20 years time they say من هم they people الناس هم اللي بقولوا انه حنوكل gm food اذا they say تعالي نشوف بس هنا انا كاتبة ايش بش محدد اللينز هو طيب احنا نعتبر they هي هادي لانه اذا احنا تكلمنا they might for example هي gm microbes لانه هنا في they وهنا في they they هادي بتقود على مين على people لكن they هنا في السطر هادا هي مين اللي ممكن تأذي النباتات gm microbes اذا نقصد فيها gm microbes كمان مرة اذا كانت they اللي هنا they بتقود على people زي ما فهمنا لكن هنا they بتقود على مين على gm microbes gm microbes هي اللي ممكن تؤتل النباتات الطبيعية طيب them مين them هاي them تعالي نشوف for example kill natural plants and take over them هي تأتل النباتات الطبيعية وتحل محلهم مين them اذا اللي هو natural plants natural plants اذا الاجابة natural plants اي النباتات الطبيعية طيب بكون هيك احنا حلينا فقط فقرة اللي هو الفهم thank you for listening وان شاء الله المرة القادمة نستكمل progress test thank you اشتركوا في القناة